كل قرار يصدر أو تصريح يصدر من السيد الرئيس أو كل إنجاز أو كل افتتاح أو كل ظهور دائما ما يقوم أهل الشر بمحاولة لي الحقيقة من عنقها لي عنق الحقيقة ومحاولة رب مخل ومحاولة اقتطاع مهين للحقيقة بقول تاني لن نقف كثيرا أمام هؤلاء لن نبالي لكن واجب علينا نقول للناس لأن الناس بتتساءل أنت شفت الرئيس لم يقال نصبر 15 سنة ما قالش خالص على الإطلاق أنت شفت الرئيس ومعدي ما سلمش على الشيخ الأزهر ووزير الأواف مين قال لك مين قال لك أنت عايز تقولها كده أنت شايفها كده الرئيس بيعدي الراجل بيسلم بمنتهى الحميمية بيعمل بمنتهى الحميمية وإحنا في وقت فيه مبارح ما إحنا كنا مبارح موجودين مبارح في حفلة كلية الشرطة ياريت كبه هالي أبراهيب والرئيس الله الراجل عد أسلم على كل الناس بالإيد كل الناس اللي كانوا في سلم على كل الناس مش عايز أتكلم يعني أنا بشيخ الأزهر شيخ الأزهر ده يا جماعة يعني أنتوا مش عارفين أصلا يعني كم كم حب واحترام وتقدير الدولة لشيخ الأزهر والرئيس شخصيا ما يشوف يعني الود بادي مش بحتاج حد يفسره مش شغ الأزهر والبابا توادرس والناس يعني 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 لن يتوقفوا عن هذا لن يتوقفوا عن هذه الأفعاد لكن هو أنا يعني هما بيقولوا هزا كلي شغالين زيتين الحق ايه عم ده الرئيس بيقول استحمله خمشة سنة الحق ايه ده الرئيس ما يسلمش على شيخ الأزهر يا جماعة أنتوا أنتوا عايشين فين أنتوا عايشين بتفكروا ازاي هو ده شغلهم هو ده أكل عيشهم ده أكل عيش هؤلاء بقول تاني احنا في دولة محترمة دولة مؤسسات بيقودها رجل بشرف والكلمة دي كتير ما عرفوهاش ناس كتير ما عرفوش يعني ايه تدير دولة بشرف وبنبل إنساني نادر تتحمل كل هذا العب كل هذا العب مسئوليات وعبء نفسي كل هذا بتتحمله لأنه أنت عندك اتزان نفسي لأنك أنت ماشي صح ومعرف